تتفقم معاناة ألاف الصيادين الذين باتوا ضحية إجراءات حكومية غير مدروسة بتوقيف تصدير الأسماك في الوقت الذي تنشط فيه شركات أجنبية تمارس الصيد والتجريف الجائر للثروة السمكية مستغلة غياب الدولة لما يعرض القطاع السمكية لخسائر مهولة ففي أحدث إحصائية صادرة عن الهيئة العامة اليمنية للمصائد السمكية في يناير الماضي والتي كشفت عن تكبد القطاع السمكي في البحر الأحمر خسائر مادية بلغت نحو 13 مليار دولار منها 5 مليارات و600 مليون دولار كخسائر ناتجة عن توقف الإنتاج السمكي والمشاريع الاستثمارية وتعثر شركات التصدير وتتضاعف مأساة صيادين اليمنيين في شواطئ الحديدة مما تمارسه السلطات الإريترية من اختطاف وتعذيب في السجون لفترات طويلة حيث تشير تقارير صحفية إلى أن أكثر من 500 صياد يمني تعرضوا للاختطاف خلال العام الماضي من قبل البحرية الإريترية أكذا تتعرض ثروات اليمني للنهب المنظم والتجريف المريع في ظل صمت الحكومة وعجزها عن حماية السواحل اليمنية لتلجأ إلى إجراء ترقيعي لحل أزمة ارتفاع أسعار الأسماك في الأسواق المحلية بإيقاف تصديرها إلى الخارج إجراءة الحكومة ألقت بظلالها على قرابة نصف مليون مواطن يمني ممن يعيشون في المناطق الساحلية ويعتمدون على البحر لتوفير المتطلبات المعيشية وفق تقارير أممية كما العدد الحقيقي أكبر من ذلك بكثير فهل ستتخذ الحكومة خطوات حقيقية لحماية القطاع الساحلية السمكي من التجريف الذي تمارسه الشركات الأجنبية أم أن الصيادين باتوا هم الحلقة الأضعف للإجراءات الحكومية التي تعكس حالة الضعف التي يدفع ثمنها الاقتصاد الوطني أكثر من أي وقت مضى